الخرطوم على وقع اتفاق ثنائي بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة الاتفاق يمكن السودان من الحصول على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الرعية للارهاب ينظر المسؤولون الى الاتفاق باعتباره خطوة واسعة يجب ان تفضي الى تسوية كثير من القضايا العالقة بين الخرطوم وواشنطن الخطوة التي تمت بالامس هي خطوة هامة في هذا الاتجاه إذنها تمهيد لإرجاع وضعية الحصانة السيادية للسودان وتنهي التسوية القانونية في القضايا المتعلقة بالارهاب التي كان تلاحق بها الدولة السودانية في المحاكمة الامريكية بصورة نهائية الاتفاق فتح الباب أمام تساؤلات عن فعالية الإجراءات في إخراج السودان نهائيا من قائمة الإرهاب وعن الخطوات التالية لإتمام مهمة الخطوة المنتظرة من هنا حتى عشر ديسمبر يتوقع الرد من الكونغرس الأمريكي لطلب الرئيس الأمريكي يصبح الاتفاق ساري تماما في العشر من ديسمبر يتم رفع اسم السودان من غائمة الدول الرائعة للإرهاب يتم الصرف للمتضررين مباشرة من الحساب بعد أن يرد الكونغرس ويمنح السودان الحصانات السيادية وللرغم من التأكيد المتواصل للحكومة الحالية عدم مسؤولية السودان عن الهجمات التي تسببت في فرض العقوبات إلا أنها وافقت على الدخول في تسوية مع واشنطن فالسودان بحاجة إلى معالجة مشكلاته الاقتصادية والسياسية المعقدة استعاد السودان حصانته السيادية كما يقول وأصبح بإمكانه تسوية القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية بعد اعتماد الكونغرس لتلك الاتفاقية وهذا يعني عمليا خروج السودان من قائمة ظلت تكبله لثلاثة عقود عقود انتهت ولكن بعد أن وافق السودان على التطبيع مع إسرائيل نزار البقداوي العربي